تاويت الكلام على قد ما قدر يعني في الملف ده التريند الإيجابي احنا هنا قدر امكان بنحاول نكون إيجابيين وبنحاول نصدر الصورة الإيجابية فيه تريند إيجابي مهم جدا وإحنا قدر امكاننا نحاول نبروزه لأنه كان مهم جدا الناس تشوفه من خلال صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة تعالوا نشوف التريند الإيجابي اللي معنا إيه وعند تعليق بعد الفيديو اللي هنشوفه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ده التريند الإيجابي ده الرمز اللي احنا لازم نبروزه للناس ده الصورة الإيجابية لنجم قدر الامكان بيحاول يكون فاهم يعني ايه لاعب في النادي الأهلي ده الإنسان أو ده الشخص اللي محتاج يكون يعني متصدر كل الصفحات السوشيال ميديا والإعلام والقنوات الفضائية ده الشخص اللي محتاج الجمهور والقنوات الفضائية والمقدم البرامج والصحفيين كلهم يتكلموا عنه ليه بقى؟ لأن البراعم أو الأولاد الصغارين لما يطلعوا ويشوفوا نجم كبير زي محمد مجد أفشا بيتعامل مع ولد ممكن يكون بيشجع الفليل المنافس شوفوا بقى ده إطار الروح الرياضية دي الصورة اللي احنا عايزين نوصلها ودي الصورة اللي عايزين نبروزها وإحنا هنا عشان تريند إيجابي دايما ودايما بنتكلم في الإيجابيات كان مهم من بروز ده أتمنى أتمنى كل يشتغل على بروزة ده مش بروزة حد بيطلع دايما يشتم وبيروح عند المدرجات وبيخرج عن النص والناس بتدفع عنه وعايزها يرجع يلعب المطشط الجاية يعني واحد خرج عن النص والناس كلها شافت فيديوهات صورة وناس عايزها ترجعوا وبتدفع عنه دي اللي محتاجة تتبروز حفظوا على الشباب الصغير اللي طالع وقدروا قيمة الإعلام لما لازم يصدق الصورة إيجابية عشان نحافظ على الأجيال اللي جاية محمد مجد أفشا كان خير ومسال للكلام اللي أنا بتكلم فيه ده وكل التوفيق ليك وكل التوفيق للأهل في الفترة الجاية لأن بالتأكيد الصورة دي والشكل ده مش هيجي من فراغ طول ما المنظومة ماشة صح طول ما النتائج هتبقى صحة والحمد لله